هيا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حالتك حاليا يا برج الجدي عملت ازاي? الشمس. يعني ما شاء الله في نجاح. حسب نجاحك. كويسة. في امان. في يعني جواك دفع كده. جواك دفع. طقة حلوة جدا. انت حالتك الحمد لله كويسة جدا. حالتك انت. شكل الشهر عمل ازاي? الشهر شكل فيه خير جدا. اما ان انت هيبقى عندك عطاء كتير. هتدي كتير الشهر ده. حد هيديه لك كتير. بس فيه حالة عطاء. مكافآت. آآ فلوس جاية من ناس كبيرة. آآ ورس. فيه شكل الشهر فيه خير كتير. انا سامر حاجة فيه. فين صوت? لا الصوت ايه? الصوت كويسة يا جماعة. الصوت مش واضح. ليه يا جماعة? ليه يا جماعة ده المايك والدنيا مفروض كويسة جدا. اللي عنده مشكلة في الصوت بيس يخرج ويدخل تاني. فشكل الشهر فيه عطاء كتير. فيه او ممكن يكون اخده ورد. انت عايز زي ما تقول كل حاجة. السحر ده مع كل حاجة. معاه زي ما قلنا العصر. ومعاه الكوباية. ومعاه الكوين. ومعاه السيف. الساحر كمان معاه اربع الاربع عناصر. الارض. الامية. والهوى. والنار. الاربع. عايز كل حاجة. انت الشهر ده عايز يبقى عندك فرص كتير. وانت تعرف تستغل الفرص دي بكل الادوات اللي معاك دي. انت شكلك داخل على طموح جامد. فيه اللي بيوقفك. ايه عقباتك. عقباتك. ضميرك. اه الى عادة والتقاليد. فيه وازع ديني او وازع ضمير هو اللي موقفك. اه يمكن اه حاسس بحاجة من اللي انت يعني مقبل انت تعملها او الفرص اللي بتجي لك. شاكك. هل هي ممكن تزعل ربنا بحاجة. او او ممكن المجتمع بتاعك ما يتقبلهاش. الموقفك. الحتة دي وازع ديني او وازع ضمير. فاهمين قصدي ايه? دي العقبة اللي هتكون قدامك. ايه اللي هتحققوا الشهر ده? اول حاجة انت الامل عندك ذكرت الامل. النجم يعني احنا عندنا اسمه سحر بس بمعنى السحر اللي احنا بقى الوحش بس هو السحر بالمعنى الحلو. اه انت هتحقق حاجة فيها سحر اللي هو من حلوتها ومن كتر بارقها بريق بريق وامل شديد جدا جدا جدا. ده في حد ذاته يعني انجاز. ده الانجاز اللي انت هتعمله وانت هترسل لنفسك امل وطموح مش قادر اقولك عمل ازاي. دخل مرحلة فيها سلام داخلي. وطقتك فيها هدوء وسكيمة. وعقلك متزن. يعني المزاج الحمد لله ماشي كويس. وده بتأكد ده. الروحك فيها عطاء. عايز تدي عايز تدي عندك طقة عطاء. يعني ما شاء الله حاجة حلوة جدا. خليك بالروح الحلوة دي يا جادي. روحك حلوة جدا الشهر ده. حاجة يعني فيها سلام وحاجة جميلة جدا. اه ايه اللي انت محتاج تتفادى. what to overcome. القلق والخوف والاضطراب. ممكن يكون عندك شوية قلق وخوف بما ان انت عمال عندك حماس وبشكلك داخل على حاجات كتير كده. فعندك خوف والاضطرابات. حاول تعدل حتة دي. اضطرابات ومخاوف. انا مش شايفة لها داعي. انا شايفة ان سكة حلوة قوي. سكة مفتوحة. والامل اللي عندك ده. انت بتشكل حاجة بايدك. انت الساحر. انت اللي بتملك الحاجات دلوقتي. هو اللي هيحدد انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. انت الوازع ديني عندك شغال. يعني ما بيشواخد اجازة. ما تقلقش من حاجة خوفك ده. مالهوش اي داعي وظفه بطريقة بطريقة صح. ايه اللي محتاج تحتضنوا الشهر ده? العيلة. ايه الناس اللي انت محتاج تكون جنبهم جدا ويبقوا جنبك. هما انت اللي محتاجهم اكتر عيلتك. يعني عمدها مشاكل وزعلان مع عيلتها. اللي زعلان مع مامته. اللي زعلان مع باباه. يروح يصلحوا والعيلة هي دي اكتر حاجة انت محتاجها الشهر ده عشان الصورة تكمل. الحالة العطاء والوازع الديني والامل الروحاني الجميل ده. حيتوج بالعيلة. ان العيلة تكون متربطة ومتصلحين وحاجة يعني صورة جميلة جدا للعيلة. هتلاقي فين الدعم. انت هتعرف يعني ايه اللي هيدي لك البوش. كل ما تلاقي نفسك عامل كده. دعبان. دعبان اللي هو يا كده شقيان. ده الدعم بتاعك. اول ما يدي لك الاحساس ده اعرف انت ماشي صح. انت بتتعب جامد. انت كده شغال صح. هنا هتلاقي الدعم. مش هو انت مقانتخ ومرايح. لا وانت شغال. عندك حاجات فرص كتير. يا جدي استغل لها صح. ايه النصيحة? نصيحة التروه ليك الخمس سيوف. ايه الخمس سيوف دول? ده واحد يعني حتى لو الدنيا بعيزة معاك. او ما وصلتش لنتيجة لانت كنت متوقعها وده وارد جدا انه هو يحصل. او تقف كده وبتحك بسام على وشك كأنك كسبان. ممكن يكون ده حاجة تانية غير موضوع الامل وش في الشغل والحاجات دي. لا ممكن يكون حاجة برا. مسلا كان فيه او مشكلة دخلها مع حد. حتى لو خارج انت خسران او حس ان انت الجيم انت مكسبتوش يعني. مش عايزك تبين ده خالص. عايزك تبين الجوكر فيس. بتحك. ولا فرق معك. دي نصيحة الكارت ده اوعد باين انت تهزمت. الجدي عصبي فعلا يا سلمتي حقيقة. طيب حلخص القرية القرية حلوة جدا. دي حالة الجدي دلوقتي في نجاح يا جدي. حاسس بنجاح حاسس بدفع حاسس بسعادة دخلها مش مبررة كده. انا فايتا مش فاهم يا جاية من ين. حاجة مش مبررة بس حاسس بسعادة وحاسس بامل. شكل الشهر ده في ايه? في عطاء رايح جاي. انت بتدي وناس بتدي لك. هدفك فرص. عايز فرص. وانت مستعد انك انت المراضي حتستغل الفرص دي صح. عندك الادوات اللي تخليك تستعمل الادوات دي صح وتوظفها لصالحك 100%. الساحر. مفيش حاجة ما يعرفش يعملها. زي ما قولنا نبص دايما للحالة لغة الجسد. ايد في الارض وايد في السماء. اللي هو هعمل اي حاجة. انا هعمل اي حاجة. انا واحد عايز فرصة وكنت مستنيها وجاتلي وهارف ازاي استغلها. ايه العوائق? العوائق دينية او وزع ديني او الضمير. اه بمعنى يمكن فرص تجيلك تحس ان هي مش ماشية مع مبادئك. لا انا معرفش اعمل ده. انا مش موافق على ده. ده اللي ممكن يعرقالك شوية. بس لو انت شايف ان ده الصح. امشي مع الصح. ايه الانجاز اللي هيحصل عندك انت عندك الانجاز الشهر ده? امل. عندك امل ومنور. نجم. نجم. امل. روحانية. السحر في الهواء. ماجيك is in the air. اللي هو حاسس ان مافيش حاجة مستحيلة. انا ممكن اعمل اي حاجة. اه حالة من العطاء. عندك حالة عطاء من جواك. اه. وزي ما قلنا حالة سلام داخل وتوازن عقلي. عقلك عقلك متوازن. يعني الساعات كده يا جماعة بيجي لنا وقت في الشهر تحس ان الدماغنا شطحة كده. ده هو كل حاجة عندنا اوبر. اه انفعالتنا على الحاجة اوبر. مزودين في كل حاجة. او تلاقيها مثلا بضحت قوي. ما تلاقينا ما بنيديش رد فعل. الحاجة لازم ترد عليها. فدي عالي حالة عدم توازن. الشهر ده انت في حالة توازن عقلي وانفعالي. الحمد لله الدنيا يا حبابي. محتاج تتفادى ايه؟ الخوف والقلقة. وانت ربط النوم. والتفكير الزايد. تفكير كتير في التفكير. لأ انا عايزاك بدل التفكير والقلقة ده. تحولوا لحاجة تانية. which is already انت حاسس بيه يعني. وظفوا في حتة تانية. وظفوا في الامل. في الطاقة. في في البوش. ادي لنفسك بوش انك انت عايز تعمل حاجة. هات ايه اللي انت محتاج تلتصق بيه الشهر ده ويبقى زي ضلك كده؟ عيلتك. عيلتك. هما دول اهم حاجة. باباك مامتك اخواتك. باباكي مامتك اختك. دول اللي انت محتاج منهم الدعم. زي ما قلنا اللي زعلاني من بعض يروحوا دلوقتي يصلحوا بعض دلوقتي. هتلاقي فين البوش بالتعب. كل ما تلاقي نفسك تعبين. تأكد ان انت ماشي صح. كده انت ماشي صح. النصيحة متبينش انهزامك حتى لو انهزمت. باشكرك يا سينو. سينيو. سينيو ريتا. انت اسماعهم كده يعني بفتكر دي كلمة ودي كلمة. انا شايفة امل كتير يا زهرة باذن الله في فرص كتيرة بس عايزاكو تحسنوا استغلالها. وماله يا سهام ده ممكن يكون شكل من اشكال التوازن على فكرة. انك مكبرة جمالك. ده حاجة حلوة جدا. ده مش وحش خالص يعني. انا جدي بس عبي صبية جدا. بوس يا جماعة موضوع العصبية ده في الجدي معروف. انتو عصبيين انتو والحمل. عصبين جدا يعني موضوع العصبية ده وانا كنت بعاني منه كتير. واحنا بنقول برج ايه. حول الارب. اه الجدي. زي ما قلتلك يا جماعة تاملين النفس ده مهم جدا. جدا. بيساعد جدا. اول لما تلاقي مشكلة جاية عليكو. خدوا نفس عميق. غيروا المكان. وارحوا قضة تانية. انت بتفهم مثلا انت كمين مع جوزك. وحسن الشرارة بتطلع والسلك بيلمس. فقا دي سانية واحدة. سانية واحدة. خشي قضة تانية. شربي مية. مية بتهدي جدا على فكرة. بتهدي بتطفي النار اللي جوا دي. اه. وخدي نفس. بعد كده اتكلموا. يعني لان العصبية دي هي مشكلة. انت اكتر واحدة بتتأذي. لان انا عصبية برضو جدا. والموضو ده ازاني جامد جدا جدا جدا. بتأذي صاحبها. وبزعر الناس منه. لانه بيقول كلام. هو مش عايز يقوله. ويندم عليه بعدين. اه. فيعني عشان تتفادي الموضوع ده. جربي والله يصدقيني الموضوع ده. انا باخد بعدي. وبامشي روح قضة تانية. وبعدين ارجع تاني. بعدين في خمس ديائه بالزبط. مش هيحصل اي حاجة في الخمس ديائه دي. يعني حقك مش هيروح. هتقولي اللي انت عايزي. بس هتقولي بصورة احسن. وفيها عقل اكتر. وهتاخدي حقك. مش هتخسري. بالعكس. يعني هتكسبي اكتر. لان وانت بتاع عصبة لو رديتي. هتغلطي. فهتخسري حقك. فهمتي الفكرة. بعدين عيش في موضوع العصبية ده. انا عارف ان هو صعب. وانا مش انا اخر واحدة نصحكه في موضوع عصبية ده اللي انا عصبية جدا. جدا فوق الوصف ممكن كنت تخيله. بس بحاول. يعني ولازم نقدر نحاول. هنعمل ايه. دي القراءة العامة. خلونا دلوقتي نشوف الحالة العطفية لبرج الجادي. نتطمن على اخواتنا وصحابنا برج الجادي.